موسيقى 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يلا الإخوة اللي يسمعي طبي سنك سنك يلا اللي عند الصوت طبي سنك سنك موسيقى 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 الموسيقى موسيقى الم vuelكين موسيقى 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 ıyorum في الفرنسية وفي العربية انشرت لكم الفرد المنزلي في الفرنسية وفي العربية سوف نحبس الكومنتر إذا هذا هو التمرين رقم 4 حسنا؟ كما يرون بهذا الشكل هذا حيث الأغلبية للتلبين يدشرون ويدخلون موقع لهم في 2015 و2020 سهل الطريقة للتعامل مع التمرين سوف تركزوا معي جيدا سوف نقوم بشوية بشوية ماذا نعطينا في التمرين الأول؟ أو في التمرين الرابع؟ نعطينا أن هذا المجموعة الذي فيه الإكسبونانسية هذا الشكل يسمى الشكل الأسي لفورم إكسبونانسية في الدرس الأعداد العقادية يمكن أن تحول الكسر للسينوس مهم، سوف نعطينا هذا الجامع يساوي هذا التقاشر إذا هذا هو أول سؤال ولكن قبل أن نبدأ سوف نقوم بالتدكير لبعض الحوج المهمة جدا لكي لا يقوم بالتعامل يقول لي سوف نقوم بالتعامل بمعنى الضرب تحول الجامعة سوف نقوم بالتعامل هذا الشكل الثاني سوف نقوم بالتعامل سوف نقوم بالتعامل مقوم بالتعامل ومشاء الفرد ومشاء الحربة لكي يتبطونهم هذا هو السلاح سوف نضع قدامي لكي نريدها لكم يا إخوان لا نستعد نبدأ بإطابة 5-5 بالنسبة للناس الذين يتحقون جداً في الأخير سيكون 20 فائز مباشرة غير بحث تابيئة الـ إن شاء الله وكيف نربحه سوف نشرح لك كيف تربحه فهو مدى بغيت تبه معه اصدقى لكي نرى نكتبه نعود نوركم بالتمرين هذا التمرين صار حقاً ضروري تفهموا السؤال هو لا تفهمك أنت لا تفهمك لا تفهمك لا تفهمك ايبينة ايبينة لحظة زائد مهم دك تقاشر الاخور زائد دك تقاشر الاخور زائد دك لاجب الاخور زائد دك لاجب الاخور كي يسوي هاد الاشبه هدا. غادي نبينه. يلا كلكم تابوا معا. غادي نحبس الكومنتر. هذا السؤال رقم واحد. واحد اليف. واحد اليف. واحد اليف. انا دك المجموع عادي نسميها ا. باش ما نعودش نبقى نكتب بزاف. اذا لدينا العدد ا. كي يساوي اكس برانسيال اي بي لحضاش. تشيلينه. زائد اكس برانسيال اي ثلاثة بي لحضاش. زائد اكس برانسيال اي خمسة بي لحضاش. زائد اكس برانسيال اي ثلاثة بي لحضاش. اه قام اوغي تسلد العجباد. تسع بي لحضاش. ها انتعر. هاد المجموع هو اللي اعطونا نبينه وانه كي يساوي دك لاجب. يا كلي في السينيس. مزيان. انا شنو هندير اول حاجة شنو هندير. غادي نعمل بالاكس برانسيال اي بي لحضاش. غادي نعمل بالاكس برانسيال اي بي لحضاش. غادي نعمل بهذا اللولاني. اتبعوا معي الاخوان. اتبعوا معي مزيان. انا خسكن ضروري تفهموا بعدها هاد السؤال اللولاني. غادي نعمل. غادي ندير شوية بشوية. ياك بعدها ملك اتعمل بشي حاجة كتقسم عليها الاخرين. ياك. هوري لقسمت. المهم اللي عملت بعدها بهذا رأت بقليها بلسته واحد. هادا حاجة سعلى. فنذهب زائد اكس برانسيال ديالاش. اكس برانسيال اي تلاتة بي لحضاش. ه لاياش. الى اكس برانسيال باش عملت. بي. على حضاش. غادي نفسشي. اكس برانسيال اي خمسة بي؟ على حضاش. نقسم على اكس برانسيال اي بي على حضاش. المهم جاء هذو قد نقسمه مع ذلك الشيء بشيء كنعمل المهم هذه الفكرة هذي كندرها من التسعة التامنة السبعة أي حاجة كتعمل بها كتقسم عليها الأخرين يعني ماشي شيء حاجة خارقة للعادة مزيان ترى ناكد شيء بين با لحظة آه ها علش لوسيور علش عطيتكم هاد القاعدة في الأول علش باش نتبقوا في هاد العجب بإكسبرانسيل آ على إكسبرانسيل ديال بك يساوي إكسبرانسيل آ ناقص بي بمعنى كندر الأس الفقاني ناقص الأس التحتاني أعطيوني للولا عافكم شحر غتساوي ديريكت في الأس ديالة بلاتي باش نفتح لي كومنتر المهم بي لحظة عامل لوحد إكسبرانسيل ديالاش إي ديالاش يلا الإخوان عطيونا في الكومنتر عطيونا في الكومنتر أول واحد غير حط الإجابة ديالو هو اللي غير بحب تابيع اللولا آآ ديب بي موكس خطأ ماشي ديب بي زيد سفر ستا تيري جون ديب بي ألا حضاش صحيح إذا أول فائز في هذه الحصة دي هيت غايكون عشرين ديال الفائز صفر الإخوان عشرين مزيان يعني صورت باش بالأخير غن تواصل معك نصفت لك آآ تابيع ديالك ديالك ديكين عشرين ديال فائز كل كل آآ كل واحد غنصفت ليه دكش اللي كيستحقي مزيان وممكن تكون مثلا انت ستربح مثلا ثلاثة أو لا لا حسب لما يملك انت اللولاني فهذو اللي كينشروا الإجابة عم زيان حيث انا كنشوف الكومنتر اللولاني هو اللي كيباليا سواء كان ربح سابقا ولا ما كانش ربح ماشي مشكل يلا غادي نحبص الكومنتر باش نكمل قلنا القص الفوقاني نقيس لتحتاني بمعنى ثلاثة بي نقيس بي هي جوج سنورمال جوج بي لحظة حيث عندنا منافس المقام كنديرون جامعة غير ديال البسط نافس الشي بنسبة لنا 4 بي لحظة نافس الشي بنسبة للاخرى 7 بي لانقصتي منها بي هي 6 بي 6 بي لحظة هي والاخرى 9 بي نقيس بي رتعطيك اكسبورنسيل 8 بي لحظة المرحلة المولية الإخوان شنو هندير سنحاول حيث انك يبلية بواحد المجموع ياك واحد المجموع سنحاول نخرج منه دوكل مجامع الاعتيادية يعني دوكل مجامع اللي كنك نعرفوها شوخوا معي اكسبورنسيل بي لحظة عامل هاد واحد او لا قبل غدي نخلي هاد واحد هادا هنا ممكن مثلا نعتبر هاد الالكسبورنسيل اس واحد اي حاجة اس واحد ايا نفسها غير بي انت انا غنبين داك والس واحد باش تفهمه في الاخرى شنو درت اي حاجة اس واحد ايا نفسها مزيان هنا غدي نحاول نخرج منه جوج بي على 11 هي قربعة بي ممكن تكتبها على شكل جوج في جوج بي وديك جوج ممكن تخرجها على برا الاكسبونانسيل جوج بي لحظة الكل والس اتنان هلاش حيث جوج جوج هي اربعة اينا غنكتبهم بهذا الشكل ديما غي غيكون عندك واحد الاكسبونانسيل ولا واحد شكل والسي فكس اللي هو اكسبونانسيل دي بي على لحظة اي نفس الشي بنسبة لالاخرين غني نحاول نصغر الكتبها شوية اكسبونانسيل دي لاش جوج بي لحظة الكل والس تلاتة هلاش حيث جوج في تلاتة تعطيك ستة نفس الشي بنسبة لديك الاخيرة اكسبونانسيل اي جوج بي على لحظة ش والس ربعة هلاش حيث ربعة في جوج كتساوي ثمانية وسد عليه حيث اعمل هاد الاكسبونانسيل الاخراني اراك تبال له هاد واحد هاد واحد باش تبال لكم زيان رب حالي لعندك اكسبونانسيل اي بي لحظة ش لكل اصداره حيث اي حاجة اصداره كتساوي واحد هلاش هندرت هاد الكتب هادي باش يكون عندي واحد واحد الاساس هاد كتسمى الاساس غنستعملوا واحد المجموع من المتتاليات يا اما مجموع متتالية هندسية والمجموع متتالية حسابية غنوركم اش من المجموع بالضبط باش نعود بعدها هادو واحد زائد اكسبونانسيل اي جوج بي اش يوحدين عمشا ليوم الرزق في الدماغ ديالهم بطبيه الحال اكسبونانسيل اي دي بي الاساساس الاساساس زائد اكسبونانسيل اي دي بي الاساساساس او السربع ماعنديش البلاسة المهمة هتتفهموا اش نو كتبت ما دباشنو اشنو وندير غدين ناخد واحد واحد الورقة بحلقة مثلا يلا عطيتك في ان كتساوي ا اوس ان وعطيتك في ان كتساوي ان ف ا في ناهاية المتتالية هندسية في ناهاية المتتالية هنسالة حسابية سور تنارمال اللا ان المتتالية المتتالية الهندسية هün pong because تكتبت 애شكل دي من كيكون فيها الأس ق referee ههاتي هندسيا وهادي shesabia اذا احنا مادemente ان الهندسية كتتبها تشكل يعني هذا كتتبر مجموع متتالية هندسية مجموع متتالي هندسية اذا سنستعمل المجموعة المتتالية الهندسية التي قامنا بها في الدرس. ماذا هو الأساس؟ الغيزون. الغيزون هو ديكتابيطة. ديكتابيطة لا تبدل. وهي اكسبونسير ايبا. لحظة شهد كينانا وكينانا وكينانا وكينانا. الاسس اللي كنت تبدل. مفهم؟ اذا سنقوم بعمل المجموعة المتتالية الهندسية. سنقوم بعمل تذكير. لا مشكلة. عرفت انسيت عني. كيف سنبدأ؟ نبدأ بالحد الاول. مضرب. في واحد ناقص الاساس اللي هو كو. اس عدد الحدود اللي كان عبره لبادة الكتابة هذه. عدد الحدود على واحد ناقص كو. مفهم؟ اذا سنقوم بعمل الحد الاول. ماذا هو الحد الاول؟ هو هذا. والحد الاخير هو هذا. مزيد. اه فينا هو اللي كيمتلية بي هو زارو. مفهم؟ زارو. وفينا هي اللي كنت بتلية ان هي اخر اخر حاجة اخر اس. اللي هو اربعة. اذا كل حاجة غادي نحطها بلاستا. كل حاجة غادي نحطها بلاستا. بالنسبة لكو شنا هي كو؟ هي الاكسبونانسيال. غادي نحطها هنا. وغادي ندير ذاك المجموع. اذا غادي تساوي اكسبونانسيال اي بي لحضاش مضروب. غادي نبدأ باول حد. هو هذا اللولاني. اكسبونانسيال اي بي لحضاش اص زارو. ممكن تعودوا بواحد. ماذاين؟ اي حاجة اص زارو كتساوي واحد. زيد. واحد ناقيس الاساس. الاساس راجلنا اكسبونانسيال جوج بي لحضاش. ولكن هاد الاساس عنده واحد الاس بلادي. ان هي اربعة. ناقيس بي. هي زارو. حيتها دو بي. وان هي اربعة. ناقيس زارو. زائد واحد. مزيان. عليش؟ على واحد ناقيس او تاني الاساس. او سدالي. نفهم؟ صاف. اتشي لكي. الاكسبونانسيال اي بي لحضاش. عامل. هادي راك اتعطيك واحد. هادي راك اتعطيك واحد. مشات بيناتهم تضرب. اذا شنو غا يبقى ليه بالضبط. غادي يبقى ليك هاد الاش بادا. واحد. ناقيس اكسبونانسيال اي دو بي لحضاش. لكل اس خمسة. هلاش اس خمسة هيت ربعة. ناقيس زارو زائد واحد كتساوي خمسة. ها كان قد الحساب وصف. على داك المقام. يلا اللي فهمت لانا يطبيسان كسانك باش نحيد هاد الورقة هادي. يلا الاخوان. المجموع راح اطفق قدامكم. هادا هو المجموع اللي استعملت. عندك الاساس هو داك الاكسبونانسيال. يلا اللي فهم عافكم هاد الورقة. الولا اي طبيسانك سانك. وما عادرك انا اردوها مرة مرة مرة. باش تعرفوا فين وصلنا بالضبط. زد. صار يكون شين فهم. استعملت غير مجموع. مجموع متتالية هندسية. ماشي زي ماشي حاجة جبتها من عقلية ولا. وكل كل شي دوك الامور راز كت اه كت عرفهم. مزيان. يلا نكمل. غادي نعود نكتب المرحلة الاخيرة اللي وصلت. المرحلة الاخيرة اللي وصلت. هشنا يا. هي اكسبونانسيال. بي لحضاش عامل. لواحد ناقص اكسبونانسيال. اي بي لحضاش او اه دو بي لحضاش. لكل اس خمسة. لواحد ناقص اكسبونانسيال اي دو بي لحضاش. شير دي كنا القناة. من بعد. غادي نقد الحساب. هاد الاس غادي نحيدو. شنو غادي نقول. اكسبونانسيال اي بي على احداش. واحد ناقص اكسبونانسيال اي عشر بي على احداش. عشر بي على احداش. نقسم على واحد ناقص اكسبونانسيال اي بي. او الادو بي على احداش. لانه در تعافكم من هنا الى هنا. درت هذه الجوج مضربة في خمسة. حيث مالك يكون عندك واحد الاس. وكين عودتان واحد الاس مورال قاوس. تدير الدرب بينتهم. تكشلش ولا تعشرة. او اذا باشنو غادي ننشر. غادي ننشر دك الاكسبونانسيال في البسط. حيث هناك بيناتهم الدربة يعني غا تنشره في البسط. اذا شنو غا تعطيك بالضبط. غادي تعطيك سي دي. اكسبونانسيال اي بي على احداش. مضربة في الاكسبونانسيال اي. اشرب بي. لا لحظاش. المقام را يبقى كم هو. اه ها لشلوسيور. ها را لي هذيك الورقة التانية دي القواعد اللي اعطيتكم في البداية دي الحصة. اشتوها. غادي نتبق هاد القاعدة اللولى. يعني. فين. هنا. اذا غادي ندير الجامع دي القس. اذا درت الجامع دي القس. شنو غا تعطيك. شنو غا تعطيك بالنسبة لها دي. بي زائد عشرة بي. هي حضاش بي. مقسمة على حضاش غادي تعطيك اكسبونانسيال اي بي. حيث حضاش مع حضاش مشات. غا تكتبلك بحلقة الحلقة. اكسبونانسيال اي حضاش بي على حضاش. اي ورا سينو ما غا تكتازل بي. او لا غا تكتازل بي. او لا غا تكتازل حضاش مع حضاش. وغا تبقى لك بي. مزيان. واحد لاقيس اكسبونانسيال اي دي بي على حضاش. دابا غادي نفكر في واحد القاضية. شنو هي هاد القاضية لغادي نفكر فيها. كي بلي انه هاد الاكسبونانسيال اي بي. ممكن نحوله القس السينيس ونحسبوه. اي لاش. حيث قس ديال بي. عرفت هاش حركة تساوي. معروفة هاديك. حسب الدائرة المثلاتية. زاوية اعتيادية. يعني قس ديال بي كتساوي ناقيس واحد. والسينيس ديال بي كتساوي زاو. ولكن مثلا انا مشيت باش نحول. باش نحول هاد الكتاب القس السينيس. قس ديال بي على حضاش. صيب باش تلقاه. ماشي زاوية اعتيادية نفس الشيء. اذا غادي نحول هاد بوحدة. للشكل المثلاتي. كيفاش. بلاتي. ناقيس. وغادي نفتح الاقواص. قبل ما نحولها غادي ندير واحد تذكير. عاقلتو الى الشكل الوسي. لا فورم اكسبونانسيل. را ممكن تحولوا لا فورم تريجونومتريك. يعني كتعطيك بحلقة. نفهم؟ ايانو. وغادي نحولها. هنا ودك قلب الاخمار. فيندرتو اهو. يعني غادي تعطيك. كوس ديال بي. زائد اي. سينوس ديال بي. فقط. هذه الشكل الى درت. من هنا الى هنا. واه ناقيس. اكسبونانسيل اي. دو بي. لحضاش. مزيان. من بعد. غادي نحسب. اكسبونانسيل اي. بي. خفش. ما كان ذلك؟ هذا يقلنا عن ناقيس واحد. وظ advanced. وهذه يقلنا عن شهر ناقص ما جدا. دعني فرص اي. الذي يụ utiliser. كل شيء بحسب. اكسبونانسيل اي. دو بي. خفش. هل لمعطوا معي قيمتكم. ك Card. ما فق theater. إذن امش. ذا ю. خفش. 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 هذا المقام. ماذا سنفعله؟ سنكتبه بأحد كتابه أخرى كيبه اللي يلفق فيه بـP11 وهنا فيه بـP11 يعني سنحاول نخرجه واحد الزاوية اللي هي بـP11 بمعنى سنكتب إكسبونانسيل AP11 لكل الستنان بحل بحل، سنخرج ديكو الستنان، نفهم؟ من بعد، ها على شلوس يور؟ ايكسبونانسيل AP11 زائد واحد هنا متتابقة هامة بحل إلا عندك آس اتنان ناقيس باوس اتنان واحد واستنان من ريانة واحد إذاً غادي تعطيك واحد ناقيس ما حال؟ ناقيس ايكسبونانسيل AP11 عامل لوحد زائد ايكسبونانسيل AP11 لماذا حي تبقت لمتتابقة الهام المشهور اكتر من دنيا باطمة هادي تقول هلا اي واد. خرج غالزنك هتلقى معاشي واد. قل ليش حالك تسوي ا اوسيتنا ناقص ب اوسيتنا ما يقول لك تسوي ا اناقص بعملي ازائد ب. وعلاش درنا عدت قاشر عداء. لاش مش عشوائيا. باش نختازل راه هاد البسط ده با راه كيش باليال هادي. وكي تختازله. يلا اللي فهمت لاني تربي سنك سنك. يلا الاخوان. اللي فهمت لاني تربي سنك سنك. وما تنسوش هاد القاعدة. هذا الاكسبونانسير حولته للشكل الاسي. باش نقدر نحسبه. حيث قص ديال بك تسوي ناقص واحد. السينوس ديال بك تسوي زارو. اذا ناقص مع ناقص كتولي زائد واحد. سنك سنك اللو ما يسير. مزيان. غادي نحيد. وغادي نقفه في اخر اخر مرحلة. شنو غي تبقى لك في البسط حيث اختزلتي. غا تبقى لك واحد. وفي المقام غا تبقى لك هاي. يلا ركزوا معي. ربقين غير جوش سطورة. غادي نحبس. بقين تسعتاش ديال الفائزين. تسعتاش ديال الفائزين بالتعبئة ديال لقونيكسيون حيث ركهم شفتوا الفائز الاول. حسنا. اذا ستبقى لك. حسنا لا يعرف كيف يسول. واحد ناقص اكسفورنسيال. اي بي على 11. دا بينا مشي نعرفكم السؤال ديالهم. شوفوا معي السؤال ديالهم. شوفوا معي السؤال ديالهم. شون اللي مطلب. شوف معي. مطلب لنا بشاش. بشللقوا ان هاد المجموع كي يساوي اي علاجوش سينوس بي على 22 في الاكسبونسيال. انا في ديالهم. او في هذه المرحلة اللي وصلت. عندي بي على 11. لا يوجد بي على 22. ضروري. في الخر قصة سينوس بي على 22. يعني ضروري في هذه الكتابة يكون عندي الاكسبونسيال بي على 22. ضروري. حولت ليا في الخر قصة. سينوس بي على 22. إذا انتكسيال سوف نضرب و نقسم كيف؟ بحال كما نقوم بعمل في المعيار لا يريد أن تحدد الشكل الموت لا يريد أن تقوم بعمل المعيار و تقسم إذن سوف نضرب في الإكسبونانسيب إي بي على 22 بعد الضبط حيث الجواب أعطينا بي على 22 و سوف نقسم هذا المعيار إي بي على 22 لكي يكون على التكافؤ و سوف نقسم هذا إلى إي بي على 22 أي شيء أعملت بها أعمل حتى بمليون يجب أن تقسم هذا المعيار على مليون و تقسم هذا المعيار على مليون أنا عملت بالإكسبونانسيب لا مليون قسمت هذا المعيار على الإكسبونانسيب أرى لي شي حجرة هناك ورقة في هذوك القواعد شوفه معاه هنا هي ذلك الورقة هنا هي شوف معاه أول حاجة شنو غن دير؟ هاد واحدة على الإكسبونانسيب غن تبق في هاد الخاصية را عندك حتى هادي واحد مثلا على إكسبونانسيب يال أ كتسوي إكسبونانسيب ناقيس أ إكسبونانسيب يعني لا حسب الإشارة عندي واحدة على هاد الإكسبونانسيب شح غتسوي إكسبونانسيب ناقيس إي بي على 22 علاش؟ حيط طلعت هالفوق تبقت في هاد القاعدة مزيان؟ وهاد الثانية هادي غادي مطبق في هالقاعدة دي القسمة علاش؟ حيط الإكسبونانسيب ناقيس إي بي على 22 ناقيس الفرق بين القس يعني إكسبونانسيب إي بي على 11 ناقيس إي بي على 22 إي بي على 22 يعني القس اللي تحتاني ناقيس اللي تحتاني زيد نقدو بقي الحساب ده بغير غن نحسد فقط إكسبونانسيب إي بي على 22 يلا يلا قربنا الإخوان قربنا بي على 22 ناقيس ماذا ستساوي تماما؟ أولا بي على 1 ناقيس بي على 22 ستساوي إي بي على 22 حسبوها بالألة حسبوها بينها حيط إذا ضربتها في جوج وضربتها في جوج ستساوي جوج بي على 22 2 بي ناقيس بي إي بي يدك توحيد المقام والحساب مزيان المرحلة المولية ماذا نفعل؟ المرحلة المولية سنحيط هذه الورقة وسنرجع هذه الورقة هذه اللي دلنا في الدرس هذا كتسمى الشكل سوي الأوسي وهذا كتسمى الشكل المكلتي هذه الورق وسنحولهم الأجل الأجل أجل والأجل ثم نحول زائد إي سينيوس ناقص بي على 22 ناقص سوف نفتح الأقوص لماذا؟ حيث هذا الإكسبرانسير مضروف ناقص وحتى يجب أن نحول هذا الكتابة سوف نعطيك قص بي على 22 زائد إي سينيوس بي على 22 وهذه نقدعو الثاني الحساب دائما الفوق واحد عندك إكسبرانسير a b على 22 عقلتوا على واحد الخاصية عودتاني غندي لاتذكرة الإخوان شوفوا معا عندي واحد القاعدة كتبول لك كوس ديال تيطة ناقص إي سينيوس ديال تيطة كتساوي كوس ناقص تيطة زائد إي سينيوس ناقص تيطة إلا لاحظوا معا راكنستعمل غير ذك شيء اللي تشاهدنا في الدرس بزا ما مشيش حاجة غريبة أنا عندي العكس عندي ناقص الوسط ديال زائد شنو ننطر سنخرج واحد السينيوس سنخرج واحد السينيوس إذا ستساوي كوس P إلى 22 ناقص آية خرجت حد السينيوس يعني من هنا إلى هنا P إلى 22 وهنا سنشرع لهم ناقص حيث سبق من ناقص ذاك القوس إذا ناقص P كوس P إلى 22 ناقص إي سينيوس وعشرين ها لاش لسير حولناهم حيث عرفت واش غيكنت مع واحد الاختزال غيمشي ليا قص مع قص وغادي نشوف شنو غايبقاليك شنو غايبقاليك بالضبط لات غادي تبقى لي واحد إعلان إي بي إلى 22 مضروب أو لعامل لياش ناقص إي السينيوس ناقص إي السينيوس بحل لكي ناقص تفاحة ناقص تفاحة كتسوي ناقص جوج تفاحة ورا نفس شي مضروب في ناقص جوج إي السينيوس ب 22 هذا شيء اللي يبقى لي صبرا إخوان هذه معادرة كتسوي ناقص جوج منها من بعد هاد الإكسبونانصير غادي نتبق في هاد القاعدة الأس دياله هكا بحالك طلع الفوق صاف وهنا غادي تبقى لي ناقص جوج إي السينيوس ب إلى 22 إي لاش فتو في الجواب ديالهم معطونش إي في المقام يعني هاد إخصي غبر شنو غنضير باش يغبر إيمتا غاي غبر إي إلا ضربطيه في المرافق دياله أو إلا ضربطيه في نفسه يك تحت في وغادي نضرب الفوق في رب حالي لماذا ننواله حيث إي أعلى إي كتساوي واحد وعندك إي أصلا اللي هو هذا بالسينيوس آه ها لشلوس حيث إي كتساوي إي أو سيدنان إي أو سيدنان كتساوي ناقص واحد وناقص واحد نضرب في ناقص جوج شحال كتساوي هي كتساوي جوج نفهم إي أو سيدنان كتساوي ناقص واحد هذه مروفة في الرياضية بلا أنا تساوي ناقص أو سيدنان كتساوي ناقص واحد هذه مروفة لماذا حيث مع ناقص لحد جوج هو هذا ما ما يمكن أن تخرج هذا ال المهم ذا العياقة هلا تخلي إي نضرب شوية ذا العياقة هنا وضرب ال عادي جدا بحل هذه الكتابة بحل هذه الكتابة ما من سطر واحد جوج ربعة ثورة يلا ما فهم سنك سنك حتى لي ما فهمش موسيقى 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 بحل هذه نحلة هيا يا أصحاب انقضعت واجم جميلا هذا اليوم وفراشت قصرات هذا أصحاب ويطيقات كل هيا للكتابة هيا يا أصحاب فرح الشجر وهمس النهر صح الطير على الأصال هذا البحر جميل اللون ثقاته تحيي الانسان يلا نشوفوا السؤال الثاني شو نشوفوا السؤال الثاني يعني اه رغنور لكم امتا غيكون عودتاني فائز الثاني المهمة فهذا الحصة ولا بده غيكون عشرين فائز غشون فاهم ضروري وصلا غنعلنوا اليوم في الخر دي الحصة عشرين فائز ولا بده حيت جبت عشرين ديال 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 التعبئات وماذا صدر اخواني لابقوا معنا التلخاء يلا على بركتي الله غادي نمشيوا السؤال الثاني اراكم شفتوا السؤال الثاني عندكم تمارين شنو السؤال الثاني هيدا ليه العجب السؤال الثاني السؤال الثاني يجب عليك استنتج اندوار ك كوس بي لحضاش زائدة تقشر لاخر زائدة تقشر لاخر زائدة تقشر لاخر زائدة تقشر لاخر كي يسوي هات تقشر هذا اللي هو واحد على الجوج في النظر ديالكم شنو هي الطريقة اللي غنديرو يلا شكو اللي غي يعطينا الفكرة ديال هاد السؤال هذا كيفاش غادي نستنتجه غادي نستنتج مغادش لك زائدة تقشر لو كي يجب عليك انتنتج مغادش عارف راسك واش غادي نا شكو سترة غادي واحد جسطورة ولا غير جملة جملة هات تلقى او لصطر واحد يلا شكو اللي غا يقول لنا كيفاش غادي نديرو لهد السؤال بي سؤال واحد بي ايبه. ولو. اعود ده وده القرية. او من اللي غتلقه بحالة ده السؤالة ده في الوطن يخرج اعود تاني عند نشوف دي واه ما قريد اصد يالا. تعميل سي انا سجل لك تعميل. الله يسمح لك. من السؤال السابق. ورا يستندج يعني من السؤال السابق وشنو? ورا عرفنا واش السؤال اللي قبل. ده حلو لقوة ايضا بالله. اردو البل اردو البل. كل شي يقول لك من السؤال السابق. عرفت واش من السؤال السابق. اردو البل. يالا حدد. اكشي لقوة سابقا. اردو معي البل. هانطح. هانشي لقوة ايك. ايو سي دي. غدي نقول ليه. هذا السؤال ب. لدينا. لدينا. اة الانشي لقوة ضد البل.Walk. yq لحظة لكي نحن الفكرة التي سوف نقوم بها كما يعطون كس زائد كس زائد كس زائد كس يعني سنحاول نحول هذه الكتابة مثلتية سنحاول نحول الكتابة المثلتية في ناية الأورقة يعني سنحاول الكس السينيس كل حدى سنحاول الكس السينيس يعني هذه الأساسية ببعضة كما يعني سنحاول هذه الوكرة كوس بي إلى أحدش زائد إيس سينيس بي إلى أحدش صافية ديالها زائد ديالكلة قوس ثلاثة بي لحدش زائد incorانيس oppressor بتاتريس الثلاثة بي لحدش ويكبركد زائد اللخر قوس ثمسة بي لحدش زائد إي سنوس ثمسة بي لحدش زائد ديالكلة قوس سبعة بي لحدش زائد إي سنوس سبعة بي لاحضش. وما عنديش البلاصة المهم غن نحاول عافكم ندير هنا تاتي معيك. ديال الاخيرة زائد كوس تسعة بي لاحضش زائد اي سينيس تسعة بي لاحضش. انتم مرة هتكون عندكم الورقة الكبر من هدي. مزيان. ده باش نايل الفكرة اللي غندير. حيط الكوس سول كوس سول كوس سول كوس هما محدهم ش اي. يعني كتا تعتبروا الجزء الحقيقي. غدين عزلهم و هما ببحدهم. غدين عزلهم ببحدهم. في نوع. غدين عزلهم ببحدهم. علاش. شنا الفكرة. شنا الفكرة اللي غندير. الفكرة هي هادي. غن حاول نخرج واحد تعبير لي محده ش اي زائد اي في واحد تعبير. باش يبلي الجزء الحقيقي اللي هو هذا. ويبلي الجزء التخيل. اذا رأى الامور واضحة زي ما هدي السؤال ماشي شي عاجة صعيبة. غدين عزل كوس ست. كوس بي على احداش. زائد اي. اه قمنا كوس. ما فيهش اي. كوس تلاتة بي على احداش. زائد كوس. خمسة بي على احداش. زائد كوس. سبعة بي على احداش. زائد كوس. تسعب بي على احداش. ها هما القصة عزلتهم. هما هاد. زائد. اي عملياش. رأى ما عنديش البلاصة غنديرها لتحت. سينوس. خمسة بي على احداش. زائد. سينوس. خمسة بي على احداش زائد سينوس. سبعة بي على احداش. زائد سينوس. سعب B لاحظة سعب B لاحظة كما قلت لكم الإخوان ستكون لديكم ررقرة كبيرة بزاف طويلة ستكتبوا هذا الشيء في السطر واحد ربينا هذا هو الجزء الحقيقي وهذا هو الجزء التخيلي جيد وهذا التقاشر كامله ماذا يساوي؟ هذا العجب اللي لقنا في الخر اللي لقنا في ذلك السعاد كيف هاش؟ اللي لقنا في هذا المجموع حيث اللي لقنا في هذا المجموع دابا هذا العجب وهذا العجب كيعطينا في ذلك التاريقة الأخرى هذا القضية هادي بمعنى أنا شنو هندير غادي نحاول نكتب هذا التعبير هذا على شكل واحد العداد فيه الجزء الحقيقي وفيه الجزء التخيلي باش ندير واحد المقارنة اذا احنا وصلنا به هاد المرحلة هاد المرحلة اللي وصلنا ياك في هاد الكوس وفي هاد السينوس شنو غا ندير دابا؟ نحاول ندير الحساب على الثاني ديال هاد الخضر اول هاد الكتاب اللي بالخضر اللي قنا سابقا عندك اي عامل لياش هاد السينوس اول هاد غادي نحاوله الكوس ناقيس بي على 22 زائد اي السينوس ناقيس بي على 22 الشكل المثلاتي من الشكل السيد الشكل المثلاتي زايد نكمل الحساب مليك تكون ناقيس حدا الزاوية كنخرج واحد السينوس هي اللي غا ندير اشتياه مزيان وغادي نشرع اليوم هاد اي إلا نشرط اي غادي تعطيك اي كوس بي على 22 اي ف اي هي اي اس اتنان اللي كتسوي ناقيس واحد ولكن اللي ضبطها فتنقص لهذا هاكت واللي زائد سينوس اراها اي مشات حيتي اي ف اي كتسوي ناقيس واحد هاكا سينوس اولا جوج سينوس بي على 22 دابة بلية بانه هاد سينوس بي على 22 هاد العدد هادا هو الجزء الحقيقي ماشي فيه سينوس صف يخسي كل جزء تخيولي الا هادك اللي احدها اي ولي كتسما الجزء التخيولي فين هو اي كنحدها قص اذا نقول الحاجة غا نعطيها المقام دياله غادي نقسم السينوس الى السينوس كنحد ذا نقسم السينوس نقسم السينوس ألعطيه превاشل الشيء ستبقى لك واحدة على الجزء زائد E COS P 22 على جزء sinus P 22 هذا هو عدد وهذا هو عدد الجزء الحقيقي لدينا فيه واحدة على جزء الجزء التخيل لدينا فيه COS P 22 على جزء لماذا؟ لماذا؟ لماذا كتبت هذه العجبات كاملة؟ لكي تعرفوا أن كل شيء يتساوي مع بعضيتهم لماذا؟ حيث هذه المجموع لدينا فيه وهذه المجموع حولت القصص السينيس بمعنى هذا القصص السينيس أو لدي الكتابة رك تساوي لي هذا الشيء من اللي هما يتساوي ما معنيتها؟ معنيتها أن الجزء الحقيقي الجزء الحقيقي اللي هو هذا الجزء يساوي لي الجزء الحقيقي والجزء التخيلي اللي هو هذا اللي مضروف ايه؟ شحر كي يساوي؟ كي يساوي الجزء التخيلي ذاك الشيء لاش؟ غادي نستنتج أن كوس بي لحضة زايد كوس ثلاثة بي لحضة زايد كوس خمسة بي لحضة زايد كوس سبعة بي لحضة زايد كوس تسعة بي لحضة موسيقى 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 ونفي قاسي قولنا غليا للمدهة الغليا بل هذه رحلة غليا يا أصحاب تلقى الشجر وهما سبنا الغروب يلا الإخوان غدي نمشوا دابل السؤال جوج سؤال جوج يلا نشوفوا السؤال جوج شنو اللي اعطونا فيه صبير؟ يلا سؤال جوج شنو اعطونا فيه كالي كلي يكون الزيد واحد و الزيد جوج أعداد عقديا كتعطينا هيد العجباد سوف نكتبوهم عندك زيد واحد ترى معيه جيدا هذا السؤال رقم جوج سؤال رقم جوج نتابع معيه جيدا ونحن فيه أفكار سوف تفهموهم زيد واحد تساوي جادر جوج زائد اي جادر ستة بالسبب الزيد جوج تساوي جادر جوج ناقيس اي جادر ستة تساوي جادر جوج اذا ما الذي يطلب مننا؟ يطلب مننا كي نبينه أولا كي نحدده الشكل المثلاتي والشكل الجابري ديال زيد واحدة على زيد جوج هذا هو أول سؤال سوف نرى هذا ثانيا سوف نرى هذا ثانيا يلا زيد واحدة على زيد جوج سوف نكتب بعدها على الشكل الجابري لدينا زيد واحد زيد جوج يساوي سوف نعوض عادي جدا جادر جوج زائد اي جادر ستة على جادر جوج ناقيس اي جادر جوج مزيان؟ من بعد قبل ما نضرب في المرافق كتبلي واحد القاضية مزيانة ما هي هذه القاضية؟ ممكن نختزل بجادر جوج بمعنى سوف نقوم تقوم بجادر جوج سوف تأتيش بجادر جوج اي جادر تلاتة حيث جادر تلاتة في جادر جوج سوف تضرب جادر جوج لكي تكون سهل في الحساب ما هي قضية المرافق ممكن إذا سوف نختزل جادر جوج سوف تبقى واحد اي جادر تلاتة لماذا ؟ من بعد سوف نضرب في المرافق لكلكم تعرفوه واحد ناقص اي عامل لواحد زائد اي حتى الفوق قد ينظر في المرافق واحد زائد اي اذا ستعطينا في المقام واحد والستنان ناقص اي والستنان الفوق قد ينشر واحد زائد اي هذه يعودتني في واحدية نفسها هذه في اي يناقص جدر ثلاثة لماذا؟ حيث اي في اي تساوي اي او الستنان وهي ناقص واحد ونضربوا في الجدر سنعزل اولا سنحسب المقام ستعطيك جوج لماذا؟ حيث اي او الستنان تساوي ناقص واحد الا ضربنا في ناقص يتولي زائد واحد وزيد عليها هذا واحد يتولي جوج سنعزل هذو كل ما فيهمش اي وهذو كل ما فيهم اي سنعمل بيع اذا ستبقى لك واحد زائد جادر ثلاثة لكي تبدأ بالضبط لبارتي غيال إلى بارتي إيماجينار سنحاول نفرق عليهم هذا المقام أنا فرقت عليهم هذا الأجباط هذا هو الشكل الجبري يلا اللي يفهم هذا الشكل الجبري عفكم يطبي سامك سامك باش نمشي دابل الشكل المثلاتي الشكل المثلاتي وش هاد الشي كي يكون في الوطني ممكن رأى الوطني رأى الدولة لأي حجر اوكي مزيان سامك سامك مازالين في السؤال رقم واحد حيث تقرلك الشكل الجبري والشكل المثلاتي الشكل الجبري والشكل المثلاتي هيد كي نحدد الشكل الجبري والشكل الجبري راح حددناها إذا بغيت مثلا الشكل المثلاتي دي العدد عقادي ممكن نحول الشكل الجبري بحلقة وشك بادي الكتابات هذا ببعض نقدر نحدد الشكل المثلاتي صعيب حيث لحظ تلاقي المعيار ودربتك السنت سنجد شيء اعتيادي ذلك الشيء سنجد طريقة اخرى ما هي الطريقة هذه؟ سنحدد الشكل المثلاتي دي العدد بوحده والشكل المثلاتي دي العدد بوحده وسنطبق القاعدة دي القسمة إذا غادي نمشي نقلب على الشكل المثلاتي دي العدد بوحده ها الزيد وحده جدر جوج زائد اي جدر ستة مزيان غادي نحسب المعيار لدينا نزرب عليها عرفكم سهلة كتساوي جدر جوج وستنان زائد جدر ستة وستنان واللي كتساوي جدر ثمانية واللي كتساوي جوج جدر جوج حيط ربعة في الجوج ديك ربعة كتخرج من الجدر غادي نضرب ونقسم على المعيار جوج جدر جوج عامل الجزء الحقيقي غا نقسموه والجزء التخيلي غادي نقسموه غادي نضرب واحد الاختزال شنو هذا الاختزال هذا؟ جدر مع الجدر كتمشي جدر ستة كتساوي جدر ثلاثة في جدر جوج تختزلي جدر جوج مع جدر جوج غا تبقى لك جدر ثلاثة على جوج جدر ثلاثة على جوج إذا ما هي الزاوية القص ديالها كيساوي واحد على جوج غا تدرغي الجمع جوج زائد واحد كتساوي ثلاثة إذا بي على ثلاثة وكينات تلك الطريقة اللي وريتكم دك النهار قلت لكم ممكن تستعملوا الآلة الحاسيبة فقط وغادي تخرج قاعدك الزاوية اللي بغيتي بحال مثلا انت ما عرفتش او لما عقلتش على الجدوال ماذا ستدر؟ غا تمشي الآلة الحاسيبة ديالك غا تكليك الى واحد البطنة رافعة كوسوس نقيت وغا تدر شيفت وغا تكتب هاد العدد اللي بغيتي الزاوية دياله صفايا واحد على جوج ما اللي غا تكتب واحد على جوج وديرتو يساوي غا تعطيك بي على ثلاثة بي على ثلاثة غا تشيل غا تعطيك ديركت لا تحتاج باقي الجدوال لا تحتاج باقي الجدوال هادي اللولا ندير ديال الاخرى الزاوية ما اللي اعطونا في الزاوية؟ جادر جوج ناقيس اي جادر جوج نفس الشيء سنحسب على ثاني المعيار ونقسم لدينا المعيار ديال الزاوية تساوي جادر جوج سيثنان زا اي ناقيس جدر جوج سيثنان لما دارش ناقيس الوسط ديال الاخرى عنده خاطر اذا نتعطيك جدر اربعة اللي هي جوج دونك زيت جوج كتساوي جوج عامل لجدر جوج على جوج ناقيس اي جدر جوج على جوج ما هي الزاوية لكتساوي جدر جوج على جوج انا تكون فكرة من اللي يكون عندك الجدر كدر الضرب بالبسط المقام إلا ما عندكش كدر الجماع بحال مثلا اللي لا معنديش الجدر لك شي لاش درت واحد زائد جوج يعني البسط زائد المقام ولكن ما الذي يكون عندك الجدر لا كدر الضرب جوج في جوج حالة هي اربعة بحالة 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 عندي ناقيس حدا القصص او لحدا السينيس خاصة ندخلها الوسط ديال الزاوية حيث ما يمكنش نخلي وديك ناقيس حدا السينيس هذا هو الشكل المثلاتي ايه واذا باش نبغاو بغاو الشكل المثلاتي ديال الزاوية على الزاوية يلا نتابع معي باش ننحدد الشكل المثلاتي ديال الزاوية على الزاوية وبالتالي اولا ومنهو اولا ايدا زيد واحد على الزاوية تساوي شنو الشكل المثلاتي اللي رقنا في الزاوية هو جوج جادر جوج كوس بي على ثلاثة زائد اس يونيس بي على ثلاثة هاتش اللي رقنا فيه ديال الزاوية جوج عامل لكوس ناقص بي على ربعة ما هي الفكرة عفكم اللي غنديرو سيقول لنا شنو القضية اللي غنديرو في هاد الحالة هادي شنو الخاصيه اللي عقلا ليشنو الخاصيه عفكم اللي سبق هو اللي غي اكل فائز رق مجوج شفت الكمانتير ديال الليولاني جاوب هو اللي غي اكل فائز رق مجوج بالكوناكسيون يلا يلا بزرب الاخوان زيت 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 لي بلع كومنتر دياله اللو داني وجوب ايجابة صحيحة هو اللي غايكو الفائز رقم جوج بمعنى غايبكو 18 الفائز فهذا الحصة ضروري 18 الفائز من بعد هذا اللي غير بحدها قاعدة ويا شنهي القاعدة شنهي القاعدة شنك تقول لك القاعدة قادي نديرو الخاص بالاتي الميار الميار اذا الفائز او اللي قال الاجابة الصحيحة هي ابراهيم اير داودي بالاتي باش ننصور الحساب ديالك باش نتواصل معك للخار ديال الحصة صافيح مزيح سوف نتواصل معك في الأخير الحصة يلا شوفوا معنا الخاصية فعلا كما قالوا الأغلبية ولكن اللي سبق كون كاملين أول كومنتر سبق هو ديال إبرايم كتدير المعيار على المعيار يعني جج جدر جج على جج حل كتسوي كتسوي جدر جج ولكن كندير الزاوية الفوقانية نقيص الزاوية التحتانية الزاوية الفقانية نقيص زاوية تحتانية هذه هي القاعدة اللي رأينا فالدرس زايد إي表示 لثاني كتسوي على جيد الزاوية الفقانية نقيص الزاوية المعيار إذا مدرجة لحسبنا هادي العجباد ما أعطينا housing cani قام بكسك وليس ella ديال سبعة بي على تنش علاج. اذا تبطي التوحيد المقام ستعطيك سبعة حيث هنا ستعطيك بعدها زائد. لا ستضرب ديال المقام يعني اتنش. الفوق ستضرب هذه في ربعة. ربعة بي زائد ثلاثة بي هي سبعة بي. سبعة بي على تنش. نفس الشي بنسبة لاخرى. سبعة بي على تنش. الشركة. اذا نحن لقنا الشكل المثلاتي. ليش باش نعودوا من اخوان. الشكل المثلاتي هو هذا. وعاد الشكل الوسي. اولا الشكل الجبري عفون. وهذا. كنا جاوبنا عليه سابقا يعني لقنا فيه. واحد ناقص جذر ثلاثة. اعلى جوج. زائد ا. واحد. زائد جذر ثلاثة. اعلى جوج. يلا اللي فهمت السؤال. عفا قومي تطبي سانك سانك. ها وارمطلوب. الشكل المثلاتي ها هو. الشكل الجبري ها هو. شمس سطعت وجو جميل هذا اليوم. وفراشات قطرنا تخطط الصريق. ورفقة تقول هيا لنسة هيا. ما اشمل هذه نحن تحيا لأصحاب. بلقات الرحلة تحيا لأصحاب. يلا شوفوا ما هي السؤال الموالي. سؤال بي. يا رب قولينا جوج اسئلة. جيم او داد. اوكي. هو السؤال هذا اللي غن ندره داو. قال لك استنتج القيمة المضبوطة. الفالغ اكزاكت. ديالش ديال كوص سبعة بي على تنش. جو سيني سبعة بي على تنش. وديال طنجون سبعة بي على تنش. يلا. انت بو معي مزيان. شنو ندير. اول حاجة. باش تحدد القيمة المضبوطة. ديالشي عدد عوق هذي. اولا ديال كوص السيني شنو كتدير. خصيك تخدم على. على الشكل الجابري. والشكل المثلاتي بجوجهم. يلا. هنحي داد الورقة هذي. السؤال. ب. سؤال ب. اذا عندك الشكل الجابري. والشكل المثلاتي. هما اللي ستستعملهم. لدينا. الشكل المثلاتي ديال الزيد واحد. على الزيد جوج. شحال كي يساوي. لكن نلقينا فيه. جادر. جادر جوج. عامل لكوص سبعة بي على تنش. زائد اي سيني سبعة بي على تنش. اذا هنا. شنو خصيك ندير. خصيك نعرف. الجزء الحقيقي ديال الشكل الجابري. والجزء الحقيقي ديال الشكل المثلاتي. رغم اللي كتبنا بهذه الكتابة هذي. ما يمكنش لها نقول. رغم اللي سبعة بي على تنش. هي الجزء الحقيقي. لا. لماذا؟ حيث تعمل بهذه المعيار. إذا انت بشتح لإشكال. من الأحسن تنشر. نشر. نشر. نشر عليهم ذاك المعيار. بشي يبلك أوتوماتيكيا شنا هو الجزء الحقيقي. وشنا هو الجزء التخيلي. كان نشره المعيار. إذا جادر جوج من ضربه في السينوس. ضربتهم. بجوج في جادر جوج. صفية؟. إذا انت بشنا هو الجزء الحقيقي هو هذا. والجزء التخيلي هو هذا. مزيد. سنضع قدامي أو الثاني. الشكل الجابري. الشكل الجابري. في نور. يعني هو هذا. بمعنى. كان دوي على الزيد واحدة. على الزيد جوج. هوا مكتوب بهذه الكتابة. وفي نفس الوقت كي يساويني تتعبير. اللي هو واحد ناقص جادر ثلاثة على جوج. زائد اي. واحد زائد جادر ثلاثة على جوج. بمعنى غندير الإسقطة. كيفاش غندير الإسقطة؟. هاد لأجب هادا اللي محدهش اي. كي سبيخوه اللي محدهش اي. وهادا اللي حدها اي. كي سبيخوه اللي حدها اي. يعني كل كل حاجة وشنو. عندي جوج استنتاجات ولا جوج حويش. جادر جوج كوس سبعة بي على تناش غدي تساوي لي واحد ناقص جادر ثلاثة على جوج. وبالنسبة الجادر جوج السينوس سبعة بي على تناش غدي تساوي لي واحد زائد جادر ثلاثة على جوج. ومن هنا غدي نخرج. اذا او لا يعني. نقدر الحساب. كوس سبعة بي على تناش غدي تساوي لي اشحال. هاد جادر جوج غتمشي للمقام. واحد ناقص جادر ثلاثة على جوج جادر جوج. وهنا عود ثاني. حيث احنا بغينا غير سينوس. ماشي جادر جوج في الاخرين. سينوس بعد بي على تناش غدي تساوي لي واحد زائد جادر ثلاثة على جوج جادر جوج. صفال اخوان. اذا ما هذا هو الجواب. و لكننا بغينا ديال كوس. اولا ديال تنجنت حيث تقل لك حتى ديال تنجنت. ها بعدها ديال كوس القناة. ديال سينوس القناة. وبالتالي. تنجنت. تنجنت سبعة بي على تناش. ديجا كتساوي السينوس ديال سبعة بي على تناش. حسب القواعد اللي كنا تعرفنا عليهم سابقا. تنجنت ديما كتساوي السينوس على الكوس. سبعة بي على تناش. و اللي كتساويش هاد ديال السينوس هايا. واحد زائد جادر ثلاثة على جوج جدر جوج. و ديال كوس القناة. المهم كل حاجة كنعودها بلاستها. واحد ناقص جادر ثلاثة على جوج جدر جوج. بغيتي تخليها بحلقة. ما نحقك. بغيتي تختازل. ما نحقك. بغيتي تتقد الحساب. ما نحقك. أنا غان نختازل حيث كي عندهم نفس المقام. يعني إلا درتين مقلب رغيت تختازل دك نمقام. إذا ما غدي تبقى لك في الأخر. واحد زائد جادر ثلاثة على يش. على واحد ناقص جادر ثلاثة. وهذا هو الجواب الاخير. دور جواب الاخير ديال ديال تنجنت. إذا الفكرة عافكم. من اللي كتلبو لك في الفرد. او اللي في الوطني. تنجنت. عارفوش غتحول الكوس والسينوس. وتعوض السينوس بدكشي للقيتي. وكوس بدكشي للقيتي. يلا ليفهمي طب بي سامك سامك. باش نمشيو للآخر سؤالين. موسيقى 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 يلا إسهد موقف ده ح branca عالمي حالب موسيقى سأخبرين موسيقى يا نوري SKU موسيقى موسيقى U salt 6 4 0 بلنسبة لك في هذه المسيات диеты م诱U ماذا يحتويونين في هذه المسيات أ resource وقعدes Lab المنؤوس وهذا معدد تحت أشرف هنا الحفاظة يعطي بعد أكثر ومن الذي يحاولك الضيت العقدي والإستعداد من الأحسن أن تكمل تقوم بشكل مبالذي حالاً قم بخشيء سأوجد وفكر أن نسلف وفكروا مع بشيء Α السؤال سأرى سؤال أنها drives 2014-2014 يمكنني أن أعط kamp البنزيان. اذا احنا الهدف ديالنا شنو? خسنا نبينو ان او او ستناش زائد جوج او ستة كتساوي زارة المجموعة ديالون. اذا كما قلت لكم غادي نقد هو اللي ولدك او ستناش. لدينا او ستناش اللي كتساوي زيد واحد على زيد جوج او ستناش. وهذه الزيد واحدة. الزيد جوج دي جلقنا الشكل المثلاتي ديالا فينايا. سنعود نوريها لكم. اشتراها. سنعودها بالشكل المثلاتي. من الاحسن تعوضها بالشكل المثلاتي. ديما ديما. او للشكل الاستي بحال بحال. سبعة بي على اطناش زائد اي السينيس سبعة بي على طناش. لكل او ستناش. هنا غدي نستعمل واحد القاعدة. شنو كتقول لك هذه القاعدة? او لات الصيغة اللي كتسمى صيغة موظر. مالتي تكون عندي الشكل المثلاتي مرفوع بواحد الاس. شنو كندير? كندير المعيار اس ان ولكن الزوايا كنضربهم في ذاك الاس. اذا نفس طريقة اللي قاعدة. صيغة. صيغة موظر. قد تسمى صيغة موظر. اذا جدر جوج او ستناش. ولكن الزوايا غدي نضربهم في اطناش. اذا غن ندير اه اطناش نضرب في سبعة بي على اطناش. نفس الشي بالنسبة لاخرى. اي سينيس اطناش نضرب في سبعة بي على اطناش. مزيح. وانا سنختزل. اطوماتيكيا سنختزل. ما الذي سيت بطليق لي? ستبقى لك هنا بعضها. ماذا ستبقى لك اربعة وستين. هذه ستبقى لك او سبعة وستين. او لا جوج او سبعة. لماذا شوج سبعة؟ حي تناش ما تسوى سبعة سبعة ثابة. ها أنفoper جوج في سبعة. سبعة بي على اطناش. يمكنك أن تحسبوه بالألة الحاسبة ولكن الأستاذ يقول لك برغن يعني لا تحسبوه بالألة الحاسبة لتعطيه الجواب تحسبوه الطريقة يجب أن نحسبوها كوس 7P والسينيس 7P سوف نفكركم بجوج قوائد كيف تجوج قوائد؟ قمت بعمل في السمكان تكساعد كنت صغر ولكن نفعل لهم تذكير تكساعد كوس طيطة زائد 2P سوف نفعل كوس طيطة تكساعد كوس طيطة تكساعد كوس طيطة زائد جوج طيطة تكساعد كوس طيطة بمعنى سوف نحول هذا 7P لهذه الكتابة مفهوم الأخوان هذا 2P ما هي في الأصل؟ هي عدد زوجي ممكن تكون عدد زوجي حيث عندك ذلك جوج مفهوم الأخوان وهذه الكتابة تنتميل الزيت؟ إذن أنا سوف نحاول نكتبها بهذا الشكل هذا لكي تبلية كوس طيطة كوس طيطة إذن سهلة زائد ما مشي شي حاجة صعيبة جوج أسطة سوف نخرج واحد با ديما شي حاجة فرضية أخرج منها واحدة لكي تقول لي زوجية إذن با زائد شهاد زائد ستا با هي سبعة با حي الضروري يكون عندي تماشي شي حاجة مضربة في جوج بمعنى ستة أرى بحالة لقلتي جوج في ثلاثة في 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 نفس الشي بنسبة لنا في نهاية دبالة كاتمتليها كارطة هذي كاتمتليها الطيطة وهذي كاتمتليها دو كارطة دو كارطة حال غادي تساوي بحسب القايدة غادي تساوي كوس ديال بي والاخر غادي تساوي السينوس ديال بي كوس ديال بي كاتساوي ناقيس واحد سينوس ديال بي كاتساوي زارو في الأخير غادي تلقى ناقيس جوج أستا ناقيس جوج أستا زائد جوج أستا اللي كاتساوي فعلان زارو يلا ليفهم الاخوان إطابي سينك سينك موسيقى 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 كلنا غليا من هذه الألق مزيان سمك سمك آخر سؤال آخر سؤال عاد نعلن على 18 فائز صبال إخوان هيتجوج البحورة شفتهم وبقوة 18 غد نختارهم بيناتكم من بعد ما نجوب على هذا السؤال يلا شوفوا معنا ما هو السؤال قلت الكاسيدي حدد لي القيمة ديال العدد الصحيح طبيعي كتنتمين بجموعين يعني ما فيه لا الكسر لا الفاصيل هذا صحيح طبيعي بحيث أولى ليكون USN تخيليا صرفا انتبو معي كاملين حيث هذا السؤال يشكل خطورة ما هو الموعد يدير فيه أخطأ يلقى في شيء يتمرين شيء وطني شيء سلسيلة أولا يعطي الأستاذ في الفرد وما يعرفش كيف يتعامل معه إذا انتبو معي باش تتحيدوا هذا الإشكال هذا الصديق نفس الطريقة هذه تستعملها في جميع التمرين بمعنى إذا فهمت معي هذا السؤال صافر نفس الطريقة في جميع التمرين سنحدد سنحدد القيمة ن القيمة ن بحيث أولا بحيث USN تخيلي صرف إذا أول حاجة قصني بعضا نعرف ما هي تساوي USN ما هي USN سنستعمل الشكل المثلتي بقى نديجة الشكل المثلتي هي أنها قصة سنحدد سنستعمل ache عنا سنستعمل 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 كيف ؟ سنستعمل قيمة ثم المثلس نسمي سنستعمل زاوية غادي نضربها في ان. سبعة ان بي. سواء ده بتيها على وسط ديال هوم ولا بديتي بيها. المهم اللي اجبك. المهم ديك العدد او لديك الزاوية نضربها في ان. بحل بحل. هيد كين اللي غايدير ان في سبعة بي. كين او تاني اللي غايدير سبعة بي في ان. او كين اللي غايدير سبعة في ان في بي. الترتيب ماشي مشكل. سبعة ان بي. علاش? على تناش. اه. ده باش. اشنو قللك. قللك لكي يكون إي. اس. اين تخيليا سرفان. اماجين 비ر. هاد هاد الكتاب هدي مع عرفشه ووال جزء الحقيقي دي يلو لعيش? حي 있지만 ماملع ادان باش نعرف الجزء الحقيقي والجزء التخيلي من الاحسن تنشر. من الاحسن. من الاحسن. ربdan ممكن نقول هاده الجزء الحقيقي وهذا الجزء التخيلي ولكن من الاحسن نشر باش يبندك مزيلا. جوج اس ان قص سبعة ان بي على اطناش زائد اي جاد رجوج اس ان سينيس سبعة ان بي على اطناش. اذا باش يكون هاد العجب هادا تخيل صرف. فين هو في عوم اللي غي يساوي زارو. فين هو اللي بزز عليه يخصو يساوي زارو. باش يكون تخيل صرف. يلا الاخوان. فين هو اللي غيكون اللي بزز عليه يكون كي يساوي زارو. حيث واحد فيهم غي يساوي زارو باش يكون هادا تخيل صرف. زيد زيد زيد. اول سؤال اول اول اجابة. اولي غيكون الفائز فاد الحصة هادي. زيد. اشنا هو؟ اي تاسهي. اي تاسهي. لي فيه الكس. اي صحيح. صحيح. لي فيه الكس. اي دا الفائز الثالث هو اي تاسهي. شي اسمية عجيب. طيب الثلاث والاخوان. حيث انا كنشوف اللولاني. اللي سبق. حيث عرفت الوشة الاغلبي غيقول ايجابة صحيحة. ولكن كنشوف اللولاني. مزيلا. اي دا باش يكون هادا تخيل صرف. زي ما خصيب اللي غير هادا اللي حدا هاي. هادا بزز عليه خصو يغبر. باش يكون تخيل صرف. هاد اي اوس اين خصيكون كيساولي غير هادا. اذا مادم انه بما انه. اي اوس اين. تخيولي. صرف. يبما جيناه ببير. دونك. شنو هندير. غان ناخد الجزء الحقيقي واللي خصيي غبر. دونك. جادر جوج. اوس اين. فكوس. سبعة اين بي. على تناش. غاي ساوي زارو. ومن هنا غادي نحاول نخرج القيمة دي الان. اول حاجة اندي بعدها هاد العدد. غينشيل لتحت ديلة ديات زارو. غاي ساوي زارو. اي دا شامت قص lambda كتساوي لي زارو. زارو على جادر. على جادر جوج اوس اين حيو متزارو. بلا من بينها. بلا من قسم على جادر جوج اوس اين. اي دا اا اه او اش من زاوية؟ او او في القص ديالها كي يساوي زارو. او 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 في القص ديالها كيساوي زارو. باش نعوضها هنا. باشننلقى وكما تقوم بقصة 7P-12 تقوم بقصة شيئا يجب أن تقوم بقصة محاجرة وكما تعلمت الطريقة على هذه المعادلة يجب أن تقوم بقصة السينوس ما هي الأخوة؟ ما هي الطريقة؟ أو الزاوية هذا البحر جميل اللوح سلقته تحدي الإنسان فرح الشجر وهمت أنه ساحق الضير على الأقل أيها تساين و لكن هذا السؤال لا يوجد سابق مزيان إذا قلت تسعين أو لبلا جوج حافية أرى خطأ يلا ردوا معي البال مزيان باش نوريكم اشنو غندير شنو غندير شوف شوف معي فعلا هات سبع ان بي على اتناش سبع ان بي على اتناش خاص هات ساوي بي على جوج بي على جوج حيط القصدير بي على جوج كتساوي زارو و لكن هكي منشي زاوي اخر القصدير مكي ساوي زارو شوف كيفاش غندير شوف شوف ركاية انتم ما ما يتقال اللاتي هنأخذ واحد الورقة وهذه نرسم دائرة المثلاتية الدائرة المثلاتية اللي كل بكم كتعرفوها محبوبة الجماعي دائرة المثلاتية هنا هنا قص هنا سينيس هنا نقص قص هنا نقص سينيس المحور المحور ديال ديال القص هو محور الأفاصيل هو هدا هيك هو هدا اللي كان نبو عليه اذا زاوية اللي القص ديالا كتساوي زارو حيط هدي كتساوي زاوية زارو يعني ما القص ديالا ما كيساويش زارو كيساوي واحد حيط جات لي فوق واحد هادي الواحدة يعني واحد وهنا نقص واحد مزيح الى جيت مثلا هنا 45 درجة بي على 4 الى دقت الاسقط هتعطيك جدر جوج على جوج زيد 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 يعني حتى كنوصله 90 درجة هنا في مكينة بي على جوج هنا في مكينة بي على جوج الى لحظة معي الاسقط ديالا على محور الأفاصيل جانب أصل المعلام ذاك شي لاش كنقوله قص بي على جوج كتساوي كتساوي زارو ولكن رأي الى لحظة معي عندي هنا او تاني واحد الزاوية اللي هي نقص بي على جوج حتى الى درنا لها الاسقط على محور الأفاصيل غتجيني في أصل المعلام بمعنى حتى كص ديال نقص بي على جوج حتى يارك تعطيني زارو اولا بتاريقة اخرى شوف هادي اللي كتعطيني زارو ياك هات الزاوية مزيان بي على جوج كي اللي غايقول لي زائد جوج كاب بي انتفك معك ما هي جوج كاب بي يعني كتجيب الدورة كتجيب الدورة جوج كاب بي هاني بديت من هذه اللي اعطتني زارو واش بالدورة وغير نرجع الى هذه مفهم واش نفهمها الاخوان يعني هات الدورة اللولة يعني كنجيني تفوق بي على جوج فوق بي على جوج يعني كتدير جوج بي يعني كاك في اللغول دورة واحدة كتسوات إلا درت الدورة التانية كنجين لهادي فوق هادي يعني دوك الزاوية اللي كينين في هاد النقطة في هاد النقطة ما عمرني غانطيح في هاد النقطة واش نفهم إلا درت جوج كاب بي يعني كتجيب الدورة كاملة ولكن إلا درت بي على جوج زائد غير كاب بي عشنو كتعني كاب بي نصف دورة نصف دورة واحد بي جوج بي ها بي ها متلا بديت من هاد الزاوية ها واحد بي ها جوج بي ها ثلاثة بي ها ربعة بي عشنو اللي حسن واش ندير جوج كاب بي او لندير كاب بي إلا درت جوج كاب بي را كنجي ديما بحلقة كنزقل هادي يعني كن ندوز عليها ما كانت تسوقش لها ولكن إلا درت كاب بي شنو كندير كنبدأ من هنا وكنجي لنا يعني هاية الزاوية حتى هادي كتنا عدم فيها زيد نزيد عودتاني نصف دورة كنجي عودتاني لهاة الزاوية هادي نصف دورة واشنو فاهم داك شيراش غادي ندير كاب بي ماشي جوج كاب بي داو التفسير ديلا إذا زائد كاب بي زائد كاب بي بحيط ك كيمتامي للزيد بحيط ك نديرها كشرت بحيط كاكين تميل الزيت لماذا قلت كاكين تميل الزيت؟ لماذا قد تسوقك بالعكس لماذا تسوقك بالعكس لماذا تسوقك بالعكس واشنو فاهمة اخوان لماذا قدرت كاب بي بالضبط ماشي جوج كاب بي سوف أشرف عليكم مزيان لكي تنتم ممتلا في ثمارين أو لا كلا ستصدف معا مثلا في كتاب ثمارين وحلول أو سلسلة مهم أي حاجة وانا قدرت أن ترى مما كتبوا كاب بي ولماذا لا أعرف علاج وإذا ماشي زائد جوج كاب بي زائد كاب بي كي تدريبا تسوقك بالعكس دعوية التي تنتم فيها تسوقك بالنصف دورة تسوقك بالنصف دورة تسوقك بالنصف دورة مزيان. ايضا غدي نكمل. غدي نكمل عفاك. حيث الهدف ديالي هو نلقى ان. ايضا هدرا معادلة. المجهول ديالها هو ان. هو ان. ايضا شنو غندير? بالتالي غنديها تنش لدك الطرف. ايضا غتكون عندك سبها ان بي. لدك تنش غدي نضربها في دك الطرف. حيث كان في المقام يعني غيكون ضرب. بي لجوج زائد كا بي. مزيان. من بعد. باش تبقى لي هنا ان. باش تبقى لك ان. شنو غدير? انا ما ممكن توحد المقامات. يعني غدير بي زائد جوج كا بي. على جوج. بدرت غير توحد المقام. عادي. توحد المقام. اذا كما قلت باش تبقى لك ان هاد سبعة غتنزلها المقام. وهاد بي حتى هي غتنزلها المقام. يعني بجوج هم غينزلوا المقام. نزلتهم دقا واحدة. هاد بي. مزيان. نقدي الحساب. وفي الاخر هنقول لكم شي شورط كينية ما. ناش مع جوج. غتختزل. غتولي ستة. وهاد بي غتبقى زائد جوج كا بي. زائد جوج كا بي. من بعد غدي نعملو. باش نختزلو. اذا ان كتساوي. ممكن تخرج ديك بي. هتعطيك واحد زائد جوج كا. واحد زائد جوج كا. على سبعة بي. علاش عملت الفوق بي. باش نختزلوها. تكافي ان كتساوي ستة عامل لي واحد زائد جوج كا. على سبعة. هاد شورط. اشنو ما الشورط. راه جالك ليكون. ليكون اي اس ان تخيلين صرفا. ولكن راه جالك هاد ان عدد صحيح طبيعي. اشنو معنيت عدد صحيح طبيعي. معنيتها ان هات ان. كتنتمي لمجموعة ان. المجموعة ان كلكم كتعرفوها كتب ضمن زرو ممكن تكون زرو واحد جوج لاتة. الى غير ذلك. بمعنى هات ان. ما منوع تساوي شي حاجة سالبة. بحال مثلا نقي ستاة الى غير ذلك. ما منوع تساوي شي حاجة في هذا الكسر. بحالك كانت اللي في القناة. الكسر او لا المقام فيه سبعة. هاد ما كتنتميش الان. اذا باش ما نطيحوش في هاد الاشكال. اشنو غنديل. هاد الفوق هادا. اصدروري يكون. من المضاعفة سبعة. يكون بعدها من المضاعفة سبعة. علاش يكون من المضاعفة سبعة? حيث اي عدد من المضاعفة سبعة كيتكتب بها دشكل. كيتكتب بها دشكل سبعة مضروف شي عدد. بحال مثلا 14. راهية من المضاعفة سبعة. بمعنى 14 كتساوي سبعة في جوج. من فهم كيتم تبدل ديما هاد العدد. مهم ديما نفيكس. علاش قلتليك خاص يكون البسط من المضاعفة سبعة. باش ديك سبعة اللي غد تكون اللي غد تكتبها دشكل غد تختزليها مع سبعة اللي في المقام. يلا هردو معي البان. باش نكمل. اذا في الاخر. اخر حاجة القناة. ان كتساوي ست عامل لوحد زائي جوج كابي او جوج كاب. على سبعة. مزيح. نضع. نضع. معتلا اه هاد واحد زائد جوج كابي سميتوا واحد العدد بي واحد العدد بي. واحد العدد بي. اولا نضيروه بحلقة. عشان ما نضيرش بزاف ديارة لمرحيل. عالاش? حيث هاد واحد زائد جوج كابي هو اللي خصي يكون من المضاعفة سبعة. باش تختزل يدك سبعة مع سبعة. مفوما الاخوان? ضروري. هاد واحد زائد جوج كاب هو اللي خصي يكون من المضاعفة سبعة. عالاش? حيث ما يمكنش تكون من المضاعفة ماشي من المضاعفات 7 إذا هذا اللي في هذا القوس هو اللي خصوص يكون من المضاعفات 7 ذاك الشيء لاش كتبته بهذا الشكل كتبته بهذا الشكل إذا N تساوي 6 مضرب في 7 في 7P علاش علاش علا 7 واللي كتساوي 6 6P 7 مع 7 مشات صحيح نفهم وها تعطي عود تنوعة الشرط بحيث بحيث ب عدد موجب عدد طبيعي موجب حيتي لك كان سليم ما غالقوش دكش اللي مطلوب عدد طبيعي موجب وفردي علاش قلت فردي حيث 1 زائد جوجك 1 زائد جوجك 1 زائد جوجك عدد فردي إذا هاد P هذا سي نورمال سيكون عدد فردي وخام كتب بهذا الشكل سبعة نضرب في P كتعطيك عدد فردي بمعنى سبعة فردي وحتى P خصوص يكون فردي من فهم الإخوان إذا نتشركين أه وحنا لقنا سؤال الأخير سؤال الأخير سؤال الأخير يا الله لي فهمي تبقي سنكسرك هذه هي الطريقة دي لدي السؤال ودبا غيكون عندنا سبعتاشر فائز لدي باش ناخد ثلاثة الفائزين هنا فازوا قدامكم ودبا الناس اللي يحضروا معنا الثلالخر هما اللي غيكونوا الفائزين ولكن كيفاش غادي تكون المسابقة شوفوا معي شوفوا معي الإخوان هاد هما التعبئة ياك اللي عندو إنوي وكيني نعود تاني ستاديا الاتصالات ستاديا الاتصالات هنا هي التالتة أولا الثانية سمحوا لي واحد دقيقة الإخوان هي ها ديك هاد وغا نخليهم التالخر دبا غادي نحكها لكم باش تشوفوا اللي سبق اللي سبق دخل الأرقان بسحته وراكي ما تنساش عندك ثلاثة ديال محاولة تركي يعطوك ثلاثة ديال محاولة الفلاتف ديالك اللي يكمل دوك ثلاثة ديال محاولة كي تبلوك عليه إذا اللي سبق بسحته ممكن تستعمل التليفون ديال ولي الأعمري لغير ذلك مهم؟ تبراسك أنا غادي نحك اللي سبق دخل التابيئات هو اللي 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 فائز حيث انتم كاملين حضرتوا التالخر ديال الحصة يالا واحد واحد دقيقة وغنحك واحدة بواحدة نحكا لكم كاملين حبلة موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر 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 تشجال ديال هذا الليف ستحط بعد قليل وحاولوا تعودوا تشجال ديالالليف تمثل غيبان جيدا حيث الأغلبية ما يدخلوش كاملين تقريبا قلتوه ما كيبانش وإلا وقفتي الليف أو إلا شفتي تشجال ديالالليف يا الله في أمان الله